السلام عليكم يا شخصين معاكم هندس مايك العادل والفيديو ده ان شاء الله هتكون المحاضرة الاولى في كورس التكييف المركزي واللي هتكون عبارة عن مقدمة في علم تكييف الهوى. هنلاقي المحاضرة الاولى عندنا بتتقسم بتاتة حاجات. النقطة الاولى عندنا وهي خواص الهوى عشان نعرف ازاي نقدر نعمل عملية تبريد الهوى او تدفئة او خلافه من العمليات اللي بنحتاج نعملها الهوى بحيث ان يصل لدرجات الحرارة والرطوبة المطلوبة محتاجين نعرف خواص الهوى ديت ايه وازاي اقدر تحكم فيها. تاني حاجة عندنا هي الخريطة السايكومترية والخريطة السايكومترية هي عبارة عن خريطة تخص خواص الهوى. يعني اي خاصية من خواص الهوى عشان تجيبها من الخريطة السايكومترية زي ما نتعلم مع بعض هنحتاج ايه? هنحتاج اتنين من الخواص بحيث ان احنا نقدر ندخل على الخريطة ونستنتج بقية الخواص الخاصة بالهوى. النقطة الثالثة عندنا وهي العمليات على الخريطة السايكومترية. يعني ايه هندس العمليات على الخريطة? اقول لك يعني انت محتاج تعمل على الهوى بتاعك عمليات بحيث تصل الى درجة الحرارة والرطوبة المطلوبة. فممكن انت احتاج تعمل عملية زي عملية تبريد للهوى فقط. ممكن انت تتعمل عملية تانية زي عملية تبريد وازالة لمحتوى الرطوبة. تقول لي هندس يعني ايه? محتاج اعمل ازالة لمحتوى الرطوبة دي. اقول لك يعني انت الهوى بتاعك يا بشوهندس. علشان تعرف مكوناته ايه? زي ما هنعرف في المحاضرة هتلاقي ان من ضمن مكوناته حاجة زي بخار المية. وبخار المية هنا بيكون ليه تأثير كبير عندي في كرس التكييف خلي بالك. انا هنا مش ببص للهوى على اعتبار انه واكسجين وسانية اكسيد كربون ونيتروجين وخلافه. لأ. انا ببصله من منظوره تاني وهو تبريده ورطوبته. ممكن يبقى عندي عملية تالتة زي ايه? زي ان انا احتاج اعمل تبريد وزيادة. لمحتوى الرطوبة. وخلافها من العمليات. فلو جينا عندنا اول نقطة هنلاقي خواص الهوى بتاعنا. قلنا ان الهوى بتاعنا هو عبارة عن هواء جاف. زائد بخار مياه. طيب. الهوى بتاعك لو عبارة عن هواء جاف زائد بخار مياه. ودي الحالة الطبيعية جدا بنسميه هواء مزيج. اللي هو الهوى الرتب. اللي بنسميه موست. وده بيكون عبارة عن خليط ما بين الهوى الجاف وبخار المياه. اما لو الهوى بتاعك لا يحتوي على بخار مياه. فهو هيكون مسماه هواء جاف. وده امتى لما يكون كل بخار المياه الموجود جواه تم تزلته. طيب زي ما قلنا ان بخار المياه بيكون موجود في الهوى بنسب معينة. يعني انا ممكن يكون موجود في بلد درجة الحرارة عندي مسلا اربعين درجة مئوية وعندي رطوبة عالية. حد تاني في بلد تانية درجة الحرارة عنده اربعين درجة مئوية بس عنده رطوبة ايه منخفضة. طيب ايه السبب يا هندسة في تغير ركية من رطوبة على الرغم من درجة الحرارة وحدها هي سبتة. اولا كهندسة السبب في ده هو تغير نسب بخار المياه الموجود في الهوى. علشان كده لو نسبت بخار المياه الموجودة في الهوى وصلت لمية في المية بنسميها حالة التشبع. وبالتالي حالة التشبع دي تعني ايه? تعني ان الهوى بتاعك مش قادر يشيل اي كمية اضافية من بخار المياه. طيب اسهل المسال عن النقطة دي ايه? اسهل المسال عن النقطة دي هو محلول زي محلول السكر في المية او محلول الملح في المية. لو جيت افترضت معاك يا هندسة وجود كوب. الكوب ده مليان بالمية لحد مستوى معين. وحطت جواه معلقة او اتنين او تلاتة او اربعة من السكر هتدوب. ولكن انت كل ما بتزود معلقة سكر انت بتزود التركيز يعني بتزود المحتوى بتاع السكر في المية. لحد ما اصل لحد معين هيصبح المحلول في الحالة دي مشبعة. لما يصل لحالة التشبع مش هيقدر يستوعب اي كمية اضافية من السكر. وفي الحالة دي اصبح المحلول بتاعك محلول مشبع من السكر. نفس الفكرة موجودة في الهواء. الهواء الجاف بطبعه موجود جواه بخار مية. ولكن لو وصل لحالة التشبع ساعتها انت كده مش تقدر تستحمل اي كمية اضافية تاني من البخار. فعلشان نفهم الكلام ده بقينا محتاجين نعرف خصائص الهواء بالترتيب. وهنلاقي ان خصائص الهواء عندنا متقسمة تلات قيم يخصوا درجات الحرارة للهواء. بعدها عندنا تلات قيم يخصوا الرطوبة. واللي هيكون فيها بخار المية بيلعب دور اساسي. بعدها بيبقى عندنا كمتين يمكن ندخلهم في قائمة اسمها قائمة اخرى. اللي هي الطاقة الداخلية والحاجة. طيب عايزين نفهم واحدة واحدة فيهم بالترتيب كده يا هندسة. هنيجي النهاردة ان شاء الله في المحاضرة نخلص اول تلات قيم اللي هم خاصين بيدرجات الحرارة. هنلاقي اول حاجة عندنا بنسميها اللي هي درجة الحرارة الجافة. تاني حاجة على طول وهي درجة حرارة الهواء. وتالت نقطة عندنا وهي نقطة الند. طب ايه تعريف كل واحدة فيهم? يلا نبدأ فيها مع بعض. اول حاجة هي درجة الحرارة اللي ممكن نقسها باستخدام الترمومتر موجود في الهواء الجوي. يعني هي درجة الحرارة اللي انت وانت قاعد في المكان حاسس بيها. تاني درجة حرارة عندنا هي الويت اللي هي درجة حرارة الرطبة وهي ابرد درجة حرارة ممكن نحصل عليها. للهواء عن طريق التبخير. طيب ده حصل ازاي هندسة? اقول لك بفكرة وسيطة جدا. انا لو عندي ترمومتر وحطته في الهواء الجوي فهيقس لي درجة حرارة مسلا هنا كده اربعين درجة مئوية. لو انا جبت هنا قطنة مبللة وحطتها على البالب بتاعت الترمومتر اللي هو الجزء اللي بيقس منه الحرارة. فهلاقي حصل ايه? هلاقي ان درجة الحرارة في الترمومتر بتنخفض تدريجيا. طب ليه بتنخفض يا هندسة? قالك ده لان المية الموجودة على القطنة بتسحب حرارة وبالتالي الحرارة لما المية بتكتسبها بتتحول من الصورة السائلة للصورة الغازية يعني بيطلع ايه? بيطلع بخار يعني بيحصل تبخير للمية. البخار اللي بيطلع دا يا هندسة بيعمل ايه? والبخار اللي بيطلع ده بيعمل على تزويد نسبة بخار المياه في الهواء. يعني الهواء كده درجة حرارته بتقل تدريجيا. والحرارة اللي بتقل دي بيكتسبها المية. ولما تكتسبها المية تتحول لبخار فتزود نسبة بخار المية الموجود في الهواء. تب امتى يا هندسة عملية الانخفاض في درجة الحرارة دي? هتتوقف. لما الهواء بتاعك يصبح مشبعة. علشان كده قالك الويت بلب هي ابرد درجة حرارة تقدر تحصل عليها عن طريق التبريد بالتبخير. ودي احنا نحسها ازاي يا هندسة? قالك بواسطة جدا انت لو غسلت وشك ووقفت في مكان في هوا. فحضرتك بكل بساطة هتلاقي ان المية اللي موجودة على الوجه اتبخرت. وبدأت تشعر ببرودة نسبية. هي ساعتها دي هتكون قيمة الويت بلب تيمبراتشر. طب يعني كده يا بشو مندس قيمة الانخفاض في درجة الحرارة اللي هو الفرق ما بين الدراي والويت ده. هيعتمد على انا عندي قد ايه بخار مية موجود في الهواء نفسه? اقول لك اكيد. فلو جينا نبص على التلات حالات دول. قالك اعتبر ان انت في تلات بلاد درجة الحرارة دراي سبت باربعين درجة مقوي. اول بلد فيها الرطوبة قيمتها عشرين في المية ودي كيمة قليلة. تاني بلد فيها الرطوبة خمسين في المية ودي كيمة اعلى. تالت بلد والاخيرة عندنا الرطوبة تسعين في المية ودي رطوبتها عالية جدا. دي خلاص قريبة جدا من التشبع لكن دي نقدر نقول متوسط. اللي هيحصل بقى? اللي هيحصل ان درجة الحرارة بتاعتك اربعين. هتقلل الحرارة شوية لتحت مثلا. ده ينتج كمية من البخار. تنزل تاني تنتج كمية من البخار. تنزل تاني تنتج كمية من البخار. لحد ما يصل للتشبع. طيب انت علشان تصل للتشبع في الهوى ده. محتاج قد ايه من الرطوبة? ولا انا عندي عشرين في المية ودي كيمة قليلة? محتاج علشان اصل للتشبع كمية تقدر بتمانين في المية. طب علشان تخرج تمانين في المية بخار. هتحتاج ايه? حرى كتير. فهتلاقي الفرق ما بين الدراي بالب والويت بالب بقى كبير لكن لو جتبص هنا الار اتش بكام او الرطوبة النسبية بكام خمسين في المية فانت محتاج خمسين في المية علشان تصل للتشبع وديقيمه اقل من الحالة الاولى وبالتالي هتلاقي ان انت بقت محتاج فرق درجات حرارة اقل وهتلاقي دلوقتي الويت بالب بقت سخنة شوي تيجي للار اتش تسعين في المية هي تقريبا شبه مشبعة وبالتالي بمجرد ما هتسحب درجة او اتنين من درجات الحرارة هتخلي الهوى بتاعك يصل للتشبع بكل سهولة طب يا اندسة المثال ده بيوضح لك ايه بيوضح لك ان الطريقة دي هي الطريقة المستخدمة في المكيف الصحراوي وحتى من اسمه اسمه المكيف الصحراوي لانه بيشتغل في المناطق الصحراوية الجافة لان عملية التبريد بالتبخير زاتة كفاءة عالية جدا في الاماكن الايه الجافة طب وده ظهر معك فين ظهر معك هو عند الار اتش لما كان عشرين في المية يعني كانت رطوبة قليلة لما كانت درجة الحرارة في البلد دي اربعين انا قدرت عن طريق التبريد بالتبخير اخلي الناس تحس بدرجة حرارة كميتها اتنين وعشرين لكن لما كانت الرطوب متوسطة قدرت اخليهم يحسوا بتلاتين وده كيما قدفى شوية من الاتين وعشرين اما لما كانت الرطوبة عالية جدا فتقريبا ما كانش فيه فرق ما بين الدرائي بلب والويت بلب غير درجتين وبالتالي انا ما بقيتش محتاج اعمل في الحالة دي اعملية تبريد بتبخير عشان اعمل تبريد للهوى لكن اخر درجة حرارة عندنا تخص الهوى اللي اسمها الديو بوينت او تسمى نقطة ان ده تعرفها بسيط جدا بيقولك ان بخار المية اللي موجودة عندك في الهوى ده لو حصل تلامس لسطح بارد بينك وصين كده لازم يكون ابرد من الكيمة بتاعت ايه نقطة ان ده فلو ده حصل هيحصل تكسف لبخار المية الموجود في الهوى الجوي وبالتالي انا لو جيت قلت لك ان مثلا الهوى اللي موجود في المنطقة اللي انت فيها ديت الديو بوينت بتاعته كيمتها مثلا نقدر نقول عشرة درجة سليزيس يعني لو الهوى اللي موجود في المنطقة دي حصل تلامس مع سطح درجة حرارته ابرد من العشرة هيحصل تكسف فلو جينا نبص عندنا اول حالة عندنا مية من الحنفية مثلا درجة حرارتها خمسة عشرين مقوي لو جيت تبص هنا دي هتلاقي كولدووتر مثلا درجة حرارتها تسعة درجة مقوي اما الحالة الاخيرة دي يعني حط التلج جوه المية فهتلاقي درجة الحرارة هنا مسلا واحد اتنين تلاتة في الرنج ده فلما جيت تبص على مية الحنفية درجة حرارتها اعلى من الديو بوينت وبالتالي في الحالة دي ما حصلش تكاثف لا يحدث تكاثف لبخار المية لو جيت تبص في الحالة دي دي حالة هنلاقي هنا تكونت جزيئات من البخار او قطرات الندى على سطح الخارجي للزجاج فهنا حدث ايه? تكاثف للبخار الحالة الاخيرة اكيد برضو يحصل تكاثف بس اللي انا قدرت استنتجه ايه بشانسين في الحالة الاخيرة ان درجة حرارة الخاصة بالكوباية الاخيرة ابرد بكتير من الديو بوينت وبالتالي حدث ايه? حدث تكاثف بس بكمية اكبر يعني ايه بشانس بقى? يعني كل ما كان الفرق ما بين الديو بوينت والسطح الملامس ليه الهواء كبير? كل ما كانت كمية بخار المية اللي انت هيحصل لها تكاثف اكبر علشان جيئ لك هنا كده ان الديو بوينت هي درجة الحرارة اللي لو بردت اي سطح تحتيها فبخار المية الموجود في الهواء هيحصل له ايه? هيحصل له تكاثف في صورة سائلة وده بيقول لك هو مكياس لقد ايه عندك بخار مية موجود في الهواء. وبكده بشانسين نكون خلصنا المحاضرة الاولى اللي هتكون محاضرة تعريفية تشمل على بعض خصائص الهواء زي دراي بالب والويت بالب والديو بوينت ان شاء الله في الفيديو الجاي نبدأ نكمل بقية الخصائص الخاصة بالهواء. شكرا لك يا بشانسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.